بسم الله الرحمن الرحيم، نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم، ونبقى في الوحدة الثامنة، تقييم وتشخيص صعوبات القراءة، والدرس الثالث بعنوان اختبارات القراءة غير الرسمية الجزء الثاني. لو بدأنا وتكلمنا عن تطبيق اقتبارات القراءة غير الرسمية تطبيق اقتبارات القراءة غير الرسمية نقول أن أول شيء يجلس المفحوص على يمين أو شمال الفاحص فبثلاً لو كان طبعاً الفاحص يعني يجلس في وسط طاولة ويضع المفحوص أما على يمينه أو على شماله يعني الطفل لو كان يستخدم يده اليمنى أجلس على الجهة اليمنى للطاولة وبهذه الطريقة ما الذي نستفيده يكون الطفل أقل قدرة على الرؤية ومن ثم على التشتت مما يكتب الفاحص من ملاحظات وثانياً الفاحص يطلب من المفحوص ممكن أن تطلب من الطالب أقول له إيش ابدأ بالمستوى السهل لديك فأنت الآن تطلب من الطفل أن يبدأ بالمستوى الذي يشاهد هو أنه استقلالي لديه مثلاً هو الطالب في الصفة السادس يجد أنه نصوص الصفة الثالث هي التي تكون سهلة عليه فيبدأ في مستوى الصفة الثالث وليس كما تدد أنت الفاحص وتجعل الطفل يقرأ مستوى الصفة الخامس فيخفق ثم تنزل إلى الرابع فيخفق هذه مشكلة إن كان هناك إحباط فشل متكرر يكون هناك إحباط من هذا الطالب من أجل تحديد المستوى السهل للطالب ممكن أن أستخدم ما يسمى بي إيش بقوائم الكلمات قوائم الكلمات المتدرجة كيف تكون قوائم الكلمات المتدرجة؟ هنا أضع عدة كلمات في مستويات متعددة وأجعل الطالب يقرأها وهذا يمكنني من الحصول وتحديد أكثر دقة للمستوى الاستقلالي وتقدير المستويات القراءة التعليمية وحتى مستوى الإخفاق يحقق من هذه الكلمات وعندما يعطي الطفل كتيب نصوص قراءة متدرجة عادة ما يقدم الفاحص تعليمات مثلاً شو يقول له؟ يقول للطالب يوجد بين يديك بعض النصوص القرائية والقصص التي يريد منك أن تقرأها فاحرص على أن تقرأها بوضوح ودقة وحاول أن تتذكر كل شيء تقرأه لتتمكن من الإجابة عن بعض الأسئلة عندما تنتهي إذا وجدت كلمة صعبة فحاول أن تقرأها قدر استطاعتك فإن لم تستطع فسوف أساعدك في قراءتها طبعاً عند تقديم الفاحص النص القرائي يقدم بعض الملاحظات والتعليقات حوله مضمونه ولكن عليه أن يتجنب الإجابة عن أي سؤال قد يسأل لاحقاً حول القصة فعند تقديم النص الأول للطفل قد يقدم الفاحص مثلاً بقوله هذا النص هو النص الأول اقرأه بصوت عالي مرة أخرى حاول أن تتذكر كل شيء تقرأ ولتكون قادر على الإجابة عن بعض الأسئلة حول ما قرأته هل أنت مستعد؟ الآن ابدأ طبعاً عندما يبدأ الطفل بالقراءة الفاحص ماذا عليه؟ عليه أن يحتفظ يحتفظ بنسخة بنسخة من إيش؟ بنسخة مشابهة للنص الذي يقرأ يعني بنسخة للنص مشابهة للنص الذي يقرأها الطفل هذا من أجل أن يقوم الفاحص بتسجيل الأخطاء التي يرتكبها الطفل ويفضل أن يكون في نسخة المعلم فراغ كافي بين السطور بتسجيل تلك الأخطاء من خلال الرموزة الدالة عليها كما يعني على الفاحص أيضاً أن يسجل ويفسر على نحو الصحيح بعد انتهاء الطفل من القراءة لو انتقلنا الآن نتكلم عن تحليل أنماط الأخطاء من القراءة الجهرية طبعاً بالإضافة إلى اختبارات القراءة الرسمية يمكن أن تكون أداة مفيدة في تحديد مستويات قراءة الطفل وانسجام الأطفال ومادة القراءة فإن أحد أكثر فوائدها أهمية تكمن في أنها تسمح لنا بتشخيص صعوبات قراءة معينة مثل أنماط القراءة الجهرية طبعاً لو تكلمنا مباشرة عن كيف تحتسب أخطاء عن تصحيح اختبارات القراءة الرسمية وما هو الدال عليها أنا أقول أولاً أنت كمعلم الآن ووضعت اختبار قراءة الرسمية لك أن تستخدم أي إشارة تريدها لتدل على النمط الموجود لكن إذا أردت أن تعطي هذا الاختبار لمعلم غيرك فيجب أن تكون هذه الأنماط واضحة إن أراد أحد آخر أن يطلع على هذا الاختبار مثلاً نضع علامة الإقحام إذا مثلاً الطالب أضاف شيء على النص نضع علامة إقحام مثلاً الطالب استبدأ الكلمة أو قرأها بشكل خاطئ نضع خط عليها بهذا الشكل على الكلمة مثلاً الطالب يعني كلمة كررها نضع تحت خط متعرج أنه تم تكرارها مثلاً كلمة أنت قمت مساعدة الطفل في قراءة نضع تحت نضع عليها هلالين أو قوسين وهكذا الآن لو سألنا أنفسنا سؤال كيف نطور اختبار قراءة غير رسمي طبعاً أحد أهم أهداف استخدام اختبارات القراءة غير رسمية تمثل في تحديد مستويات خدرة الطفل وقلنا أن مستويات هي ثلاثة أولاً مستوى الاستقلالي واثنين المستوى التعليمي ثلاثة لدي مستوى الإخفاء الآن يعني هذه الاختبارات لي أن أستخدمها كيفما أشاء إن وجدت وإن لم توجد فعلي أنا نفسي كمعلم أنا أقوم بتطوير اختبار إذا كنت الآن ترغب في تطوير اختبار قراءة متكامل خاص بك أو إذا كنت ترغب فقط في اختبار للنصوص القراءة من المواد موجودة لترى ما إذا كان الطفل متوافقاً مع تلك المواد فإنك سوف تحتاج إلى توجيهات معينة ممكن أن أذكرها الآن وأذكر بعضاً منها أول شيء نستخدم نص يعني استخدام استخدام نص وهذا النص لا نتكون من كلمات مثلاً ما بين 20 إلى 40 كلمة لأطفال الصف الأول وما قبله مثلاً وكلما ازداد صعوبة المواد ازداد طول النص والذي نحتاج إلى استخدام ومثلاً ممكن أن تتراوح بين 100 إلى 150 كلمة للصفين الثاني والثالث ممكن ترتفع إلى 250 إلى 300 كلمة للصف السادس فما فوق مثلاً الآن يعني كثير من الدراسات دلت على صعوبة قياس مهارات الفهم فقد قاموا باشتقاق أسئلة فهم لتغطي الأفكار الرئيسية والتفصيلات المهمة والمؤثرات والاستنتاجات ولنحقق درجة كافية من مستقية لقياس الفهم القرائي فغالباً ما نقوم بسؤال الطفل نسأل الطفل من 7 إلى 8 أسئلة من أجل قياس ما يسمى بألفهم القرائي طبعاً هذه تكون كلها حول النص الذي قرأ الطفل إما قراءة صامتة أو قراءة جهرية وفي صعوبات كثيرة أحد هذه الصعوبات مثل في بناء أسئلة مصاحبة الاختبارات القراءة الرسمية في التحقق من مدى اعتماد الأسئلة على النص ومن ثم فإن علينا استبعاد أي سؤال قد يجيب عنه الطفل عن نحو صحيح دون حاجة إلى قراءة النص من قراءة الطفل النص مثلاً أكلت القطة مثلاً شيء معين نسألوا هل القطة تأكل؟ لو ما قراءة نص سوف يجيب نعم تأكل القطة وهكذا هناك كثير من الأفكار ممكن أن نتحدث عنها عند بناء أسئلة اختبار قراءة ممكن أن نقول يفضل أن نسأل عن فكرة رئيسية أولاً نسأل أكثر الأسئلة أهمية قدر الإمكان راجع الأسئلة التحقق إذا كان أحدها قد أجيب عنه راجع الأسئلة التحقق من عدم استتعاء سؤالين أو أكثر الاستجابة أن تكون الأسئلة وفقاً الترتيب الذي ظهرت فيه المعلومات في النص المقروء وهكذا ترجمة نانسي قنقر